عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاءات مع لا هامش المنتدى مع رئيس شبكة الأمم المتحدة للحلول المستدامة ونائب رئيس مجموعة الأزمات الدولية كما عقد لقاء برئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا تناولت اللقاءات في مجملها أزمة قطاع غزة وأمن البحر الأحمر فضلا عن الأوضاع في السودان وجهود مصر من أجل احتواء تلك الأزمات وإيجاد حلول لها هذا وقد أجرى وزير الخارجية حوارا مع وكالة الأنادول التركية تضمن رؤية مصر تجاه التحديات والأزمات الراهنة بالإضافة إلى تطور الذي تشهده العلاقات المصرية التركية عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة